أحبائي المسيحية تنادي بالحرية والشخص بقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به فإذن يعني لازم تؤمن أو كما قال يسوع ها أنا ذواقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه فإذن هي دعوة بس مش فيها إجبار شيء ثاني في المسيحية ما في شيء إنه قاعد أحزن آب أحزن على الناس اللي بتبعد عن المسيح والمرتد إحنا ما فيش إشي عنه أوه المرتد عن الدين يقتل مش موجود هذا الشيء في المسيحية ولا نقتل الملحد بل لكن نعطل كل إنه يتكلم بأفكاره في أراءه وإحنا طبعا المفروض نتكلم بفكر المسيح وفي أراءه الحرية المسيحية هي حرية أبناء الله أي اتباع يسوع والسلوك في تعلمه وإيه المقياس؟ هو الكتاب المقدس الإنجيل المقدس حريتنا أحباء هي عندما نتبع الرب حرية أولاد الله وليس عبيد حرية بلا قيود هاي الحرية هي علاقة سكن الروح القدس حيث روح الرب هناك أيضا حرية حرية من النموس والتقاليد النموس عم بيقول لي أنا خاطئ وما في أخلص نفسي ولكن النموس بيقول لي فيه شخص كامل اللي تم من نموس هو يسوع المسيح بيوجهني ليسوع المسيح الحرية من التقاليد التقاليد اللي اللي خلت الناس تستعبد وتقيد بأمور كثيرة الحرية من الخوف من الموت الحرية من الخطايا من الزنا من الشهوة من الحزن من المرض من كل الأمور اللي بتستعبدنا من المال ونشوف أمثل كثير اللي المسيح استخدمها في حرية الناس